السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم معاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنكمل حل ملحق كتاب جيم ثاني عدادي 2023 ترمى اول هنحل صفحات رقم 12 و 14 بيجي نمبر 12 صفحة رقم 12 من ملحق كتاب جيم نمبر 1 كمبيليت زا فالوين ديالوج اكمل المحاكسة التالية لما تجيني المحاكسة لازم اقرؤها كويس لأول والخط اللي هو بتقيل دوت لازم اقرأه وافهمه لان دوت بيبيني المحاكسة او الحوار بيدور عن ايه واشوف مين بيكلمينه وابدأ ايمن بيسأل اشرف عن حياته ايمن بيقول هاي اشرف مرحبا يا اشرف هل انت بتعيش في عمارة سكنية فيقوله ايه ياس اي دو نعم بعد كده سأل سؤال فقال له I usually play computer games يعني انا عادة بلعب العاب computer يبقى ممكن يقوله انت بتعمليه في وقت فراغك what do you do in your free time what do you do in your free time بتعمليه في وقت ايه فراغك فقال له انا عادة بلعب العاب computer بعد كده سألوا وقال له what games do you play on the computer ايه الالعاب اللي انت بتلعبها على الكمبيوتر ممكن مسلا يقول انا بلعب بلعب شطرانج على الانترنت يعني ممكن يقوله I play chess online I play chess online ممكن كمان يقوله كاجابة تانية I play football games بلعب العاب كرة القدم يعني بيلعب الموتوشة ايه على الانترنت هو قال له where do you play football بتلعب فين كرة قدم ممكن يقوله مسلا بلعبها في النادي ممكن يعني السؤال رقم ثلاثة ده ممكن نقول I play chess online بلعب شطرانج على الانترنت او I play football games بلعب العاب بتاع كرة القدم على الانترنت بتلعب فين كرة القدم فقال له in the club في النادي بعد كده سألوا سؤال فقال له my favorite footballer is salah يعني لعاب المفضل هو محمد صلاح يبقى يقول له ايه من هو لعبك المفضل لكرة القدم يبقى يقول له who is your favorite footballer فقال له صلاح هو لعابه المفضل number two complete the sentences with the correct form of the word is in practice هنصحك الكلمة اللي بابين القوسين عشان نتكون جملة صحيحة does your mother clean the house every day هالمنطق بتنظف البيت كل يوم بعد ذلك زيج الفعل في المصدر يبقى clean بس number two sometimes I go to work by bus احيانا انا بروح الشغل بالأوتوبيس طبعا مع I في المضارع البسيط بجيب الفعل بعدها في المصدر sometimes I go number three mister misbah never is late mister misbah مش بيتأخر ابدا المفروض ان fair bit to be am is و are ييجو قبل زرف التكرار يبقى no is never number four my parentis والدي always listens to music at night بيستمعوا الموسيقى بالليل دايما طبعا والدي دول جامعة مع الجامعة في المضارع البسيط بجيب الفعل في المصدر يبقى listen number five what does your father has for breakfast بابا ويتناول ايه على ايه وقبة الافطار طبعا بعد دا سيجي الفعل في المصدر فاقول ايه اقول have ماقولش هزي number six do you watch videos everyday هل انت تفرج على الفيديو كل يوم فقال no I don't number seven هنا عندي what often do you visit your grand mother كما عدد المرات اللي بتزول فيها جدتك طبعا الكلام دا نقول ايه how often يعني كما عدد المرات number eight my little sister اخت صويرة help usually my mother in the kitchen بتساعد عادة ماما في المطبخ my sister my little sister يعني she يبقى مع هيو شيو اتفل مضارع البسيط بنحط s في الفعل ونجيب الفعل الاساسي بعد ظرف التكرار يبقى نقول usually helps نضيف s في ال a في الفعل الاساسي طب number nine Sarah and her friend Sarah واصدفائها doesn't like computer games مش بيحبوا ألعاب الكمبيوتر يبقى نقول ايه لتنين يعني سارة وصحبها جامعة يبقى نقول don't like number ten what do you prefer for breakfast بتفضل ايه على الفطار بعد دو يجي الفعل برضو في المصدر يبقى prefer بس نروح على page number 14 صفحة رقم 14 اول سؤال choose the correct answer from a b c or d هنختار the writer الكاتب شود بيّن أو وضح a great a in his last story في آخر قصة ليه وضح أنه عنده موهبة عظيمة أو مهارة عظيمة في الكتابة يبقى عنده skill مهارة number two an artist الفنان is coming to the school هيجي المدرسة to teach us عشان يعلمنا الكاليجرافي يعني فن الخط في فنان هيجي علمنا ايه فن الخط في المدرسة number three when the driver drove very quickly لما سوا بيقود السيارة بسرعة جدا a police officer ضابط الشرطة stopped him بيوقف number four my grand mother جدتي wants to teach me to help make my own closes يعني هتعلمني جدتي او بتعلمني الخياطة عشان اعمله ما لابسي بنفسي يبقى بتعلمني السيوينج يعني الخياطة number five my father decided to aid the house next week بابا قرر ان هو يدهن البيت او يبايد البيت الاسبوع القادم يبقى بنت يعني يدهن او يلو number six a or an space worker is the person who answers people's phone calls اللي بيرد على مكالمات الناس ده طبعا ال call center يعني عامل الهاتف number seven i'll meet you by the a but be careful of the water زير انا هقبلك عند النفورة بس خليك حازر وحرس من المياه هناك نفورة يعني ايه found number eight is your sister a lunch now هل اختك بتتناول الغداء الآن طبعا مدام فيه is وفيه كلمة نا ويبقى بعرف على طول ان ده present continuous يعني مدارع مستمرا يبقى اجيب في الفعل ايه is your sister cooking lunch now هل اختك بتطبخ الغداء دلوقتي number nine she always a her friend هي دايما بتساعد صحابها طبعا always بتدلع ان ده زمن ال a present simple المدارع البسيط مع هيو شوئيد بحط s في ال a في الفعل يبقى she always helps her friend دايما بتساعد صحابها number ten listen استمع listen دي من الكلمات اللي بتدلع عن مدارع المستمر اي am و is و are التكوين بتاعه والفعل plus ing يبقى هقول على طول listen the bird اسمع كده الطيور بتغرد الآن يبقى the bird is are singing number two complete the synthesis with the correct form سؤال التصحيح number one look انظر look طبعا من الكلمات اللي بتدلع عن present continuous يعني المدارع المستمر look انظر نادر ride his bicycle نادر بيركب درقته الآن يبقى is riding is a riding number two he run in the park every day هو حتى ان هو بيجري في الحقيقة وكله يوم ده مدارع مستمري يبقى he runs number three my father is busy بابايا مشغول he is a work at the moment هو في تلك اللحظة بيقوم بعمله يعني أو في العمل يعني he is a working بيشتغل دلوقتي مدام بيشتغل دلوقتي مدام بيشتغل دلوقتي هنضيف للفعل a ing at the moment من كلمات اللي بتدلع المدارع المستمر number four mom is in the kitchen ماما في المطبخ she prepare dinner بتعد تعامل عشاء يبقى she is preparing بتعد الآن يبقى is preparing number five on her right hand في ايديها اليمين Sarah carry hair handbag Sarah بتحمل حقيبة يدها يبقى is carrying is carrying مدارع مستمر وفي كده نكون انتهينا من حل صفحات رقم 12 و14 من ملحق كتاب جيم التاني عددي 2023 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته